نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي من المقرر أن تبدأ في الحادي عشر من فبراير 2023 دون تأجيل وفي سياق متصل تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقلة والشهادة الاعدادية السبت الثالث من يونيو 2023 كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم العاشر من يونيو المقبل